موسيقى عودي لمتابعة عالم الصباح لليوم الثالثة بوقتة مع مايا موسيقى صباح الخير مايا صباح الخير بعرف انه عندك شيء سبيسيال ببداية شهر رمضان المبارك بما انه بكرة اول رمضان شو هو؟ اليوم يعني صرقلنا من اول ما بلشنا البرنامج نحن بنحكي عن كيف فينا نستعمل مواعق التواصل الاجتماعي بطريقة شخصية اكتر ولا مرة ركزنا مضبوط على الطابع الانساني اللي فينا نستعملها واليوم رح نحكي عن هالشي اللي هو شيء اسمه وشاهدي والاشخاص اللي بيستعملوا الكمبيوتر والانترنت اكيد مرأة عليهم بس يمكن مش كتير فاهمين شو معناتها وشاهدي وكيف فينا نستعملها بما انه بكرة اول نهار من شهر رمضان المبارك وانا مش هشوفكم هنا جماعة الجي رح نبلش نعمل مثل مؤدمة شو هي هالشغلة ونحنا كيف رح نستعمل وشاهدي بطريقة انسانية خلال هالشغلة بالبداية شو هي وشاهدي خلينا نبلش نفسر اول شي الكلمة وشاهدي جاي من شاهد يعني الواحد شاهد يشوف شي عم بيصير قدامه ويتصرف نعم وهي كلمة جاي من لغة السوهيلي بالافريق وهو مشروع بلش بسنة 2008 وعملوه مجموعة شباب حبين يساعدو وخاصة بوقت ما صار فيه كوارس بهايتي وصار فيه الهزة الارضية وكتير ناس بطل عندهم بيوت خلقو خريطة نحنا كنا عم نحكي عن خرايط جماعة الماضية وحكينا عن جوجل مابس وكل هالشي نفس الفكرة يعني عندنا خريطة وعهالخريطة فينا نحط معلومات انه شو عم بيصير بيها المحل هون في بيت نكسر هون في حدا ما عنده بيت هون في حدا نعايز مساعدة والناس بيفوتوا عها الخريطة وبيشوفوا كيف فيهم هالناس هالخريطة بتضم كل المناطق وكل العالم هلأ رح نشوف خلينا نبلش نفوت على اوشاهدي.com أول شي هيدا هو الويبسايت اذا حابين تعرفوا اكتر معلومات عنهم هن اوشاهدي هيدا الويبسايت بيعطيكم كل هالمعلومات هلأ بس شخص يستعمل اوشاهدي تيخلق ويبسايت بيكون عنده لينك معايا نلقله وتنعطي مثل خلينا نفوت على find.ali يعني بدنا نلاقي علي dot crowdmap dot com هيدا لازم نحفظها منيح find.ali dot crowdmap dot com هيدا هو الينك يلي بيخدنا عقصة علي خلينا نحكي مين هو علي كان فيه معنى بي بلى جمرك بلى جمرك قبل كريم بدرة يلي هو صاحب هالفكرة ويلي هو بلش هالمشروع اجا حكي عنه انا حكي شوي على السريع شو هو كان فيه شخص ما عنده بيت عايش على الطريق اسمه علي عايش قدام الايوبي نعم بيشارع بلس وكانه كتير يعني تلميذ بيعرفوه بيشوفوه وفيه مرة صار فيه عاصفة كتير كبيرة وتوفى على الطريق ما كان فيه حدا انت يساعده فهيدي الخريطة معمولة حتى ما بقى يكون عنا ناس مثل علي عالطريق نعم كلمال اذا فيه اشخاص ما عندهم بيت قاعدين عالطريق نقدر نعرف وين موجودين ونلاقيهم ونساعدهم نعم هلا كيف فينا نساعدهم اكيد فينا نخدلهم اكل فينا نخدلهم غطى اذا بالشتة في كذا طريقة فاذا هيدا هي الخريطة قدامنا عم نشوف هون بيروت وفيه نقط حمر عبيروت هالنقط عم بيقولولنا انه هون فيه اشخاص قاعدين بلا بيت نعم فينا نعمل زوم ان مثل ما هون شايفين عنا بس كيف وصلوا لان حطت هالنقط في عالم شايفت عالم شايفت وحطت وشاهدت اكيد وشاهدت وحطتها ع هالما هلأ منشوف كيف فاذا اذا منعمل زوم ان هون عنا بلوس ومينس تنقدر نعمل زوم ان منشوف انه صار عنا تفاصيل اكتر يعني المريسة في عنا شخصين هون حد الايوبي في عنا اربع اشخاص نعم هون دي هن كلهم الاشخاص يلي هن اسمهم ريبورت واذا بدنا نعرف تفاصيل اكتر تحت الخريطة في عنا هون ريبورت وكل شخص وين موجود بالزبط واي نهار اي تاريخ نحطت المعلومة عنه بتناعرف اذا هي معلومة جديدة ولا يمكن صارت قديمة مثلا هون عنا أول سكمان شخص خطيار ومريض موجود يعني لك بالتفاصيل حطين حد اشارة السير حد فروج تازج بعين المريسة يعني اتا تعرف بالزبط وين موجود ونحطت بموتش 22 يعني من شي كذا شهر منا كتير جديدة ومثل بهالطريقة يعني منشوف كذا اشخاص عنا هوملس بيرسن يعني شخص بلا ما عنده بيت كمان بصعب سلام ببيروت وصار الى كمان كذا شهر محتوطة هلأ مين حط هالمعلومات اشخاص مثلي ومتلك عندهم كمبيوتر وعندهم انترنت بيقدروا يفوتوا على findali.crowdbap.com وبيفوتوا على الخريطة وبيعملوا شي اسمه submit report submit report يعني انا بدي اعطي خبر انه انا شفت حدا بها المنطقة خلينا نعمل سوا submit report تنشوف كيف تشتغل ومثل ما لاحظتوا انه كتير هيني يعني مش متل ما شفنا قبل فيسبوك وتويتر بدنا نخلق اكاونت ويكون عندنا اكاونت كتير مهينينا يعني حالة شخص عنده اكسس على هالويب سايت بيقدروا يفوتوا ويعطي خبر مثلا هلا عنا report title حط مثلا old man هلا مش رح حطه لان مش مزبوطة اللي عم حطة المعلومة شخص ختيار homeless ما عنده بيت description فينا نحط معلومة عنه انه مثلا نقصوا بيت نقصوا دوا نحطها هون وفي عنا categories يعني بدنا نحط شو هنه الاصاصي اللي نقصينه دوا نعمل check غطى education اكل بيت شي تاني ما منعرف شو هو يعني بكل التفاصيل وفينا نحط كيف شكل لهالشخص تنعرف انه يمكن اذا وصرنا له مزبوط ولا لا يعني هون اللي بيحب بيساعد بيفوت على هالخريطة وبياخد الموقع المزبوط وبيشوف اللي شو بيحاجب شو بيقدر يساعد وبيقدمه ساعد مية بالمية لك شو حلو انه صار فيه الواحد يساعد من خلال هالخريطة من خلال هالويب سايت يعني كيف هدك تعرف عنهم هالناس وحتى اللي بيساعد كمان الشخص ياللي بيلاقي متسول او بيلاقي فقير على الطريق انه يفوت على يعني ايه حتى ويحط المعلومات اكيد يعني هو بيساعد قد ما فيه بس اذا كلنا منساعد اكيد هالشي بيقدي لتحسن عند هالأشخاص وحتى فينا نحط يعني كتير فينا نحط معلومات عنا نحنا مين عم بيعطي هالخبر اسمه وعائلته وإيميله متل ما نكون شايفين وهوني على الخريطة في عنا هالنقطة الحمرة فينا نعمل كتير زوم انو نفوت بالتفاصيل متل ما شفنا قبل يعني هي جوجل ماب هيدا نحنا حكينا عن جوجل ماب قبل عنا هالنقطة الحمرة من زيحة ومنحطها بالضبط بأي شارع هو موجود و البروغرام بيحفظ دغري الموقع وبيعطيه للعالم فازا نخلصنا بس نخلص عنا كابسة سبميت بس نكبو سبميت خلص الخريطة حفظت الموقع حفظت كل المعلومات عن هيدا الشخصي اللي هو عالطريق نعم فازا من بعد ما نكون عملنا سبميت فينا نرجع على الهوم هوم هي الصفحة الرئيسية ومنرجع منشوف كل هالنقط وبيحاب أقول كمان انو مش بس ببيروت يعني اذا منطلع كمان في فوق صوب جونية بكذا منطقة يعني فينا نحطها بحالة منطقة بلبنان حتى يعني بالعالم بس هي مركزة هلأ على لبنان عنا هون نقط حمر منشوف أكتر شي عدد أشخاص مركزين ببيروت عنا نقطة كبيرة حمرة هلأ أفترض أنا شخص حابب ساعد نعم كل مرة بدي فوت على الخريطة وطلع شوف في شي جديد فيه أعمل هيك بس في طريقة أسهل بعد يلي هي جات أليرت عنا كبتة جات أليرت هوني إذا منكبسها جات أليرت معناتها أنه خلي البروغرامي يخبرني كل مرة في خدن جديد زدوه على الخريطة نعم يعني فيه يقول أنا مثلا بعتولي إيميل بحط إيميل هوني بعتولي إيميل كل ما يزيد الشخص أنا موجودة مثلا ببيروت بحط الخريطة على بيروت نعم وبحط أنا كيف فيه ساعد فيه أعطي دواء أو فيه أعطي شرشف فيه إدفع مصاري فيه يجيب أكل بقرر كل واحد بدي سلمون بدي سلمون للشخص مباشرة ولا في حدا معني بالموضوع بقى هون لأ أنت بدك تسلمون دغري للشخص يعني نعم هالخريطة بدي رحزوره أصده يعني وأعطي المساعدة بمية اللي هي شي كتير إنسانة يعني بالآخر عم بتقرب الناس عبعضهم هود الناس بعندهم حدا تيساعدهم على الطريق لحالهم هالخريطة عم بتخبرنا وينهم كلمة نحنا إذا حابين نساعدهم نروح لعندهم دغري ونقدر نساعدهم نحنا بشهر رمضان يعني عم نضوع على هالموضوع لأنه شو رح يصير من خلالها نحنا حابين نستعمل هالخريطة نعم ونلاقي أشخاص ونروح لعندهم ونساعدهم من خلال هالويبسايت اللي هو findali.crowdmap.com يعني حابين نستعمل يعني إذا بتابعونا بيدي وقتا كل جمعة رح نحط لكم تطورات يعني اليوم عم نتعرف على هالخريطة على هالمشروع الكتير حلو كيف بيشتغل وكيف فينا نستعمله ونحنا رح نستعمله ونطبقوا نعم خلال شهر رمضان وفي البنان صارت المبادرة من وراء المشكلة اللي صارت مع علي الرجل الفقير يلي كان حد الايوبي وفجأة يوم الايام الشباب اللي كانوا عم بيساعدوا الطلاب اختفهم الايو وعرفوا أنه مات بعاصفة وكانت هون ولادة هالفكرة هي فكرة كتير حلوة وكتير يعني عايزينها أكيد بس نكون ببيروت منشوف ناس على الطريق يعني نعم بيفكر فيها الواحد كيف بدي ساعدهم يمكن بيتكسلن يمكن ما بيعرف كيف فيه ساعدهم هيدا الوابسايت بيهيين عليك يعني بيعطيك خطوة لقدام أنه أنا عطيتك المعلومات هلأ من هون برايح أنت عليك إذا بدك تساعد فيك تساعد عندك كل المعلومات اللازمة نعم فأزان هون من بعد ما كبسنا على get alerts وعبينا وين موجودين وعا أي ايميل يعني أنا مثلا بقلو بعتلي عا ايميلي عا الجيميل وSave my alert بس إك بس على Save خلص أنا بيوصل لأيميل أنه هيدا وصلنا وأنه كل ما ينزيت حدا على هالخريطة رح يوصل لأيميل دغلل عندي وأنا بعرف أنه مثلا به هالمنطقة في حدا جديد فأزان تنرجع نشوف عنا get alerts تيوصلنا أخبار submit report تحتى نخبر نحنا أنه شفنا حدا على الطريق وكيف بأي أوضاع بحاجة لمساعدة والreports هي كل الأخبار اللي الناس حاطينهم هلأ بس نفوت على report عنا كتير لأننا بيهمنا موضوع معين يعني نحنا افترض عنا أكل وبدنا نساعد شخص عايز أكل فينا نعمل filter في شيء اسمه filter يلي هو منقله للويب سايت فرجيني بس الأشخاص يلي عايزين أكل منلاحز أنه من كل الناس في عشرة عايزين أكل ونكبس على food هو كتير مني أكل كتير طيب كمال ويكبس على filter report أنا مستعد أعطيهم أكل شايف شادي مستعد أعطيهم أكل كتير منيح يالي كتير حلو خلص وعد وعد مش ضروري مبين أوكي ناطرينك شادي فإذا نحن خلال شهر رمضان بكل حلقة من بوقتها رح نفرجي للمشاهدين تطورات رح نفتش على أشخاص على يعني رح نفت على الخريطة مثل ما هلا عم نعمل نشوف بأي منطقة مين عايز شو نعمل zoom in يعني متل ما شفنا ونقرر من هيدا الشخص ونروح على الطريق ونلقيه لها الشخص نعم وإذا ما قدرنا نفت على الخريطة مثل ما قلت على الأليرت منفت على على الأليرت نعم هوني عنا get alerts منكبسها وهو الweb site بيبعث لنا دغري خبر من فيه أشخاص جديد نعم هلأتنا نرجع للموضوعنا هون reports هون عنا كل الناس فإذا بدنا نعرف مين عايز أكل نكبس على food نرجع منكبس filter reports وهون عم يفرجيني بس الأشخاص يلي عايزين أكل نعم ونحن ما نقول للمشاهدين أنه الأشخاص الموجودين على هالخريطة هن أكدين بحاجة لأنه أوقات بتقولوا بحاجة ولا لأ يعني بتتشخشبوا هن أكدين بحاجة لمساعدة تقلقي فتعرف أنه هوده مش هن فاته حطه يعني مش أنا مش حال لحد أطلع باله أنا عايز أكل بقعد على الطريق وبحط اسمي هون هوده أشخاص أنونمس يعني مش معروف مين هن فاته وحطوا هالمعلومات نعم وطي حطوا هالمعلومات معناته هن أكدين أنه هيدا الشخص بيشوفوه على الطريق بيوضع ما أنه منيح نعم يعني تيتحمسوا ويحطوها معناته هيدا شخص عن جد عايز يعني بيبين يعني الواحد بس يكون على الطريق مثل علي يعني كانوا كلهم يعرفوا حد الجامعة أنه عايز مساعدة ويمكن بيحسوا أنه ما ساعدوا قد ما لازم فعم بيجربوا هلأ يعودوا عن الموضوع يساعدوا غيره حتى ما تتكرر يعني أكيد هلأ أشاهدي يعني هيدا إجزامبل وحدة كيف فينا نستعمل أشاهدي هاي يوم عم نحكي عن أشاهدي كمان في غير طرق فينا نستعملون مثلا في فترة عملوا ويب سايت عن أشاهدي منقول وين مقطوع الكهرباء يعني مثلا مقطوع الكهرباء عندي بفوت بحط إنه انقطعت من هالساعة على هالساعة تتشوف على الخريطة وين عم تنقطع الكهرباء أو كمان بمصر استعملوا تيحكوا شوي عن أي مناطق عم بيصير فيها كتير تحر الجنسي بالوضع هالكتير يعني خابس الدنيا عندهم فعم يستعملوا كمان أشاهدي هالخريطة في مناطق خطرة تيروح عليها بس كل واحدة محطوط الموضوع سبيسيفيك بالتحديد عن شو يعني كان على الحرش الجنسي كان على المساعدات كان على الحاجة يعني كله محطوط يعني فيكم تشوفوا الشرح أكيد وكل واحدة عندها ويب سايت لقلها يعني نحنا بدي إجرى نذكر بالويب سايت لأنه كتير مهم يلي هو find.crowdmap.com هيدا هو ويب سايتنا قلنا تنلاقي هالمعلومات بس إذا حابين نعرف عن أكتر ويب سايتات بيقو شاهدي فينا نفط لعندهم على أوشاهدي.com يعني تقولها ببساطة أنه find علي استعملوا أوشاهدي سيخلقوا هالويب سايت نعم بكل بساطة يعني وهيدا هو الويب سايت وكمان عنا هون صورة يعني فيه الواحد يحط صورة لقل له تتكون بس لقل له هالويب سايت نعم وsubmit report كمان موجودة هون لأنه بالنهاية هاي أهم شيء أوكي نعتبر نحن لأينا شيء شيء مهم آخر شيء عنا فيسبوك تويتر مثل العادة فينا نروح على فيسبوك ونخبر عن find علي لأنه هيك فينا نوصله لأكبر عدد ممكن من الناس أنا بدي أتشكرك طبعا مماية منشوفك تلاتة الأدم مع كمان بعض المعلومات والشواهد علي صار بالنسبة ل find علي والنسبة لأوشاهدي فوتع اوشاهدي.com وبتشوفوا كل المعلومات قدامكم من خلال الماب فيكن تعرفوا المواقع أو من خلال طبعا الالورت get alert فيكنت تعرفوها بالتحديد بمعلومات موجودة قدامكم بتشوفوا مايا زنكول الأسبوع الأدم يوم الثالثة بنفس المقوعد بحلقة جديدة من بوقتها أما هلأ وقفة بسيطة وبعد أبعود أنا وياكم مع الشفشادي ورشد ملح